بين الشعارات الحرية وحقوق الإنسان في أوروبا وبين التطبيق على الأرض بون شاسعة بحسب تقرير لمبادرة أكوينوكس للعدالة العرقية فقمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية التي عقدت قبل نحو أسبوعين كشفت عن عدم وفائز عمال اتحاد الأوروبي بالتوقعات المرجوة منها فالهدف المعلن للاجتماع كان تلبية مطالب الاحتجاجات التي شهدها العالم في العام الماضي ضد وحشية الشرطة والعنصرية المؤسسية إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي ركزوا كثيرا على الأبعاد الفردية للعنصرية كخطاب الكراهية تقرير مبادرة أكوينوكس للعدالة العرقية أكد أن العنصرية المنهجية تنتشر في أوروبا إذ يموت الملونون في أوروبا مبكرا بسبب الهياكل العنصرية المؤسسية داخل الدولة والمجتمع سواء كان ذلك عنف الشرطة أو الافتقار إلى الحماية الكافية من وباء كورونا أو سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي فالعنصرية في أوروبا على وفق التقرير تقتل بطرائق عديدة ومتنوعة ويخلص التقرير إلى أن هذه التطورات ليست مجردا حرافات فردية وإنما عنصرية مؤسسية تقوم بأدوار مرسوبة وتعمل بصورة اعتيادية في الاتحاد الأوروبي مما يعني أن الأوروبيين لو أرادوا إنهاء العنصرية فيجب عليهم تغيير الهيكلية المؤسسية في بلادهم وغير بعيد عن ذلك ما ذهبت إليه تقارير إعلامية وحقوقية عديدة وتقارير أممية أيضا تؤكد تصاعد وتيرة العنصرية داخل المجتمعات الأوروبية ولسيما ضد المسلمين هناك فالملامح الشرقية والهيئة والملابس وحجاب النساء كلها مسويغات يكون صاحبها محل اتهام بالتطرف في أوروبا وليس أدل على ذلك ما يحدث في فرنسا من إجراءات حكومية تستدف المسلمين هناك وتتهمهم بالإرهاب مما يؤكد مدى التناقض في دول الاتحاد الأوروبي